موسيقى السلام عليكم وبركاته و اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة Power Pivot الفيديو الرابع PP04 سنرى النهاردة ما اسمها Calendar Table او جدول التقويم الزمني سنتفرج على 6 حاجات مع بعض اول حاجة سنرى ايه هي خصائص واهمية جدول التقويم الزمني او الCalendar Table بالنسبة للData Model ليه لازم الData Model يكون جواهه Calendar Table الحاجة التانية هنشوف ازاي ممكن نعمل جدول زمني باستخدام المعادلات معادلات الExcel العادية هنستخدم في الاساس معادلة Sequence وبعض المعادلات التانية بتاعت الDates و الTime هنشوف بعد كده ان احنا ممكن نعمل برضو Calendar Table باستخدام Power Query و ممكن نخلي التحكم في Power Query من Table جواهة الExcel يعني قدر حدد امتى يبدأ التاريخ و امتى ينتهي التاريخ بتاع الجدول الزمني عن طريق تابل جواهة الExcel هنشوف كم ممكن نخلي Power Query هي الوحدة هتحدد البداية والنهاية حسب المعطيات الموجودة في الData Model اللي احنا مشتغل عليه هنشوف كمان ان احنا ممكن من غير كل اللي فوق ده نروح على طول على Power Pivot و نعمل هناك Calendar Table بشكل برضو سهل و مبسط جدا والحاجة الاخيرة هنشوف بقى لو غيرنا التواريخ او اضفنا تواريخ الData Model اللي ممكن يحصل في الCalendar Table لو كنا عاملينه باي طريقة من الاربع طرق اللي هنشوفهم مع بعض عادينا حاول نعرف ليه Data Model لازم يكون جواهة جدول تقويم زمني او ليه معظم Data Model اللي تحتوي على Calendar Table في الحقيقة فيه اربع اسباب السبب الاول ان فيه معادلات اسمها Dax Time Intelligent Functions او بالعربي دوال الوقت الزكية في الحقيقة مجموعة المعادلات دي ممكن تخليك تعمل امكانيات كويسة قوي زي ان انت تجيب مثلا التغير من سنة الى سنة اقدر اشوف السنة اللي فات حصل فيها ايه وانا باصص على السنة الحالية وقلنهم ببعض زي ان انا اجيب الاجمالي حتى تاريخه ان انا اجيب الاجمالي الشهري او السنوي او الربعي السنوي حتى تاريخه كل دي حاجات بيساعدني فيها Dax Time Intelligent ولو ما عنديش جدول تقويم زمني او سيبقى تقريبا مستحيل او لا يمكن ان انا استخدم هذا النوع من المعادلات السبب الثاني ان في بعض الاحيان ببقى اعيز اعمل علاقة مني تو مني احنا تعلمنا مع بعض الوان تو مني احيانا بكون مضطر اعمل حاجة اسمها مني تو مني ريليشن الحالة دي بتكون موجودة لما يكون عندي اكتر من جدول المعاملات وبكون محتاج جدول زمني علشان اقدر اربط ما بين اكتر من جدول المعاملات طبعا جدول المعاملات وجدول المعاملات معنى كده ان هما الاثنين عندهم foreign key فبحتاج جدول تالت ما بينهم يكون جوا primary key في الحالة دي هيكون جدول التقويم الزمني الحاجة التانية ان انا اعمل تبويب او تقسيم او grouping لديتس يعني محتاج اشوف اسبوع وشهر وربع سنة وسنة او نص سنة كل الكلام ده كله حيساعدني فيه جدول التقويم الزمني او calendar table الحاجة الاخيرة ان انا اقل الحجم جداول المعاملات اقل العادة الاعمدة وبالتالي حجم storage بتاع جدول المعاملات مثال زي اللي خدنا المرة اللي فاتت عندي 10 مليون رو تخيل ان انا عندي فيه dates وبعد كده عايز بقى تزود عمود تحط فيه اسم اليوم وبعد كده اسم الشهر وبعد كده القوارتر وبعد كده سنة كام تخيل بتزود خمس ست سبع اعمدة على المليون رو علشان حضرتك تقدر تعرف تقسيمات الزمن والتاريخ وتقدر تعمل ريبورتات حسب هذه التقسيمات طبعا شيء صعب جدا حيخلي ديتا بتاعت حجمها كبير جدا وحيخلي التعامل مع الفايل بتاعك صعب جدا عشان كده لو عندي جدول فيه بس التقويم الزمني او calendar table حقدر اعمل الكلام ده على حجم ديتا صغير قوي وعن طريق العلاقات ما بين الجداول حقدر استخدم الجدول ده في التقارير بتاعتي طيب تعال بقى نشوف ايه خصائص موضوع جداول التقويم الزمني اكيد لها خصائص وبرضو هم اربع خصائص الخاصية الاولى لازم يكون فيه عمود فيه تواريخ والتواريخ تكون متصلة يعني ما ينفعش اعمل تواريخ مش موجودة وبرضو ده من اهمية وجود calendar table بمعنى انو عندي جدول معاملات فيه بعض الايام ما فيهاش بيع مثلا جدول المبيعات وجدول ما بيعده فيه ايام ما فيهاش بيع زي مثلا العطل الرسمية والحاجات دي معنى كده ان ال dates مش متصلة عشان استخدم دوال الوقت الزكية او ال time intelligent functions لازم تكون التواريخ متصلة وبالتالي جدول الزمني او جدول calendar table هيساعدني ان انا خلي التواريخ كلها متصلة هيبقى اهم حاجة يكون عندي عمود فيه تواريخ والتواريخ تكون كلها متصلة الحاجة التانية ان يكون فيه قيمة وحيدة لكل تاريخ لان بعد كده هستعمله primary key في relation مع جداوي المعملات يبقى مقدرش اكرر القيمة بتاعت اي تاريخ الحاجة اللي بعد كده يكون عندي عمود مستقل لكل وحدة زمنية يعني عايز اقسم بالاسابيع يبقى عندي عمود مستقل فيه ارقام الاسابيع عايز اقسم بالشهور يبقى عندي عمود تاني مستقل فيه اسامي الشهور او ارقامها حسب ما انا عايز ربع سنة وسنة وهكذا يكون عندي عمود مستقل لكل وحدة منهم والحاجة الاخيرة ان انا هستخدم عمود التاريخ عشان انشئ العلاقة يعني العواميد بتاعة الوحدات الزمنية الاخرى دي بتكون بس علشان الريبورتنج هستعملها لما اجي اعمل الريبورتنج على الاسبوع على الشهر على الربع سنة زي ما انا عايز لكن العمود اللي بستخدم فيه انشاء العلاقات مع الجداوي الاخرى هيكون دايما هو عمود التاريخ اللي هيكون من البرايماري كي بتاع التابل ده لسه شغلية على نفس المثال بتاع مرة اللي فاتت ده البيت في التابل اللي كنا وصلنا له وده السلايسرز لو تفتكر كان هنا فيه عشر سنين من 2011-2020 انا الحاجة روحية اللي عملتها هنا قللت عهد السنين وبس بقيت شغالة على سنة 2020 لو بصيت على الكويريز هتلاقي ان انا عندي الكويري بتاع الاول سيلز ما فيهاش غير بس حوالي مليون رو كان فيه قبل كده وهي شغلين مرة اللي فاتت حوالي عشرة مليون رو وعملت كده ازاي لو تفتكر كان عندنا فولدر في السي اس بي فايلز بتاعنا كلهم الفولدر ده كان فيه عشرة سي اس بي فايل شلتهم كلهم وسبت فايل واحد بس بتاع سنة 2020 وعملت فريش للموديل ككل وبالتالي وصلت للمنظر هك شايفو ده بالزبط وبعد كده عندي تو تابس عشان ابدأ اعمل فيهم الكالندر بتاعتي اول واحدة اسمتها سيكونس عشان نشتغل فيها بمعدة سيكونس وتعالى نجرب مع بعض احنا عايزين نعمل ايه بسيكونس سيكونس بتديني ارقام متسلسلة ورا بعض فعايز ابدأ من التاريخ بتاع واحد واحد 2020 لان احنا انتفقنا الموديل ده جواه بس تواريخ من واحد واحد 2020 لحد واحد 2012 2020 فعايز عن طريق سيكونس يديني قائمة بتواريخ متسلسلة تابس عشان ايه طب بداياتا كده انا عايز اكتب تاريخ واحد بس معاك ونشوف التاريخ ده يمثل ايه انا هكتب واحد واحد الف وتسعمية لو حولته الى رقم مش date يعني تابس جيرل هيبقى رقم واحد معناه ايه؟ معناه ان الاكسل بيخزن التاريخ عن طريق ارقامي يعني الف وتسعمية واحد واحد الف وتسعمية هو رقم واحد اتنين واحد الف وتسعمية ده رقم اثنين وهكذا لحد يومنا عايز الرقم المكافئ لتاريخ واحد واحد الفين وعشرين ممكن اجيبه عن طريق معادلة المعادلة دي اسمها date value فلو قفت هنا مثلا وقلت له equal وبدأ تكتب date تاني اختيار value تاب عايز مني date as a text فلازم احطه بتوين double code هفتح اول double code وبعدين اكتب انا عايز واحد عشرين عشرين واقفل double code واقفل القوس ودوس enter ده الرقم المكافئ لواحد واحد الفين وعشرين ممكن نستعملها جوة دلة sequence فحقف قبل date value وابدأ اكتب sequence انا عايز عادل روز اول حاجة طالب مني عايز كام سطر عايز تعمل sequence جوة كام سطر او تديني serial جوة كام سطر ممكن اول حاجة اجيب التاريخ او date value بتاع 3112 2020 مثلا من كده هنا واحد واحد خليها 3112 فكده هديني date value بتاعها 3212 وعشان اقدر اوصل لعادل روز انا محتاج اطرح منه تاريخ اول يوم برضو عن طريق date value المرة دي واحد واحد 2020 وبعد كده اجمع عليهم واحد عشان يديني عادة ايام السنة بالزبط طب ايه الطلب اللي بعد كده عايز مني number of columns انا عايز column واحد default في المعادلة دي واحد او function بتاع sequence هو واحد بالنسبة للcolum فممكن اعمل اتنين كاما عشان اسكيب هو الواحد وهيعرف ان انا عايز رقم واحد الstart date هو واحد واحد برضو 2020 اللي هو نفس المعادلة بتاع date value واحد واحد 2020 step يعني عايز تنط واحدة ولا اتنين ولا تاتة ولا اربعة بالنسبة لي عايز خطوة خطوة يعني يديني واحد واحد 2020 اتنين واحد 2020 وهكذا فمعنى كده برضو ممكن اسكيب لاندفولت هو واحد ممكن اقفل معادلة sequence وزي ما انت شايف اديني ارقام متسلسلة ممكن اختار الكلوم بالكامل واروح من هوم على النمبر وقالوا لو سمحت انا عايز ده يبقى short date واجي فوق واسمي الكلوم ده date وادوس enter طب تفتكر انا محنا نتكلم في الاول قلنا عايزين بقى شوية عواميد عشان نعمل تقسيمات فاول حاجة محتاج اقول الديت ده يساوي يوم ايه في ايام ربنا فممكن اسمي الكلوم اللي بعد كده مثلا weekday عشان قدر اوجد الديت فحاستخدم معادلة text هادوس equal وابدأ اكتب text عايز مني value اكيد الvalue دي هي الديت وبعد كده قام الارجومت عايز التكست ده يطلع شكله عامل ازاي هحطه بين double code اليوم يرمز لي بحرف الدي فلو قلت له دي 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 يعني عايز اول ثلاث حروف من الدي اقفل double code واقفل ودوس enter قالك Wednesday اختصار لونس دي طب دلوقتي دي dynamic array زي ما انت شاهد على فكرة طبعا sequence كان لها فيديو اكلمنا عنها ممكن هتلاقي اللينك لو عايز تفاصيل اكتر عن sequence وبعدين طبعا اللي هي فيها المعادلة لو تفتكر في حلقة dynamic array احنا قلنا ان انت المعادلة موجودة في اول سطر لو رحت السطر اللي بعد كده هتلاقي المعادلة لونها بقى مقدرش اعمل فيها edit لو حاولت اعمل اي حاجة مش هيوافق فبالتالي c4 هي فيها المعادلة live وانا هنا بشاور على c4 لو حطيت بعديها hash فكده كاني اخترت spilled array كلها فلو دوس تأنتر كمان المعادلة التانية يحصل لها spill وحتكمل من غاية الاخر طب ايه تاني محتاجه علشان اكمل calendar table بتاعي محتاج كمان الشهر فحبدأ اكتب هنا month number اول حاجة عايز رقم الشهر في معادلة ظريفة قوي اسمها month لو كتبت month على طول وروح تشاورت برضو على date وزي ما تعلمنا بقى c4 hash عشان يختار spilled array كلها وبالتالي هو كمان يسبل وحقفل اديني رقم الشهر طب افرد عايز بقى اسم الشهر انا محتاج كمان اسم الشهر month name equal نفس الكلام هستخدم text مرة تانية والمرة دي هديره برضو value هو date هختار c4 hash عشان اختار spilled array كلها كما double code المرة دي انا عايز الشهر عايز اول ثلاث حروف في الشهر يبقى m capital ثلاث مرات وقفل القوس ودوس enter jan feb march وهكذا محتاج رقم الكوارتر يعني محتاج اعرف انا الكوارتر الاول ولا التاني ولا التالت فممكن اسمي الكولوم ده كوارتر وكوارتر دي بنجيبها بترك زريفة قوي خد بالك انا عندي السنة اربع كوارترات معنى كده ان انا لو اسمت اتناشر على الاربعة هيديني تلاتة يعني كل تلات شهور يمثلوا كوارتر لما يكون شهر يساوي واحد او اتنين او تلاتة اكتب جنبهم واحد لما يكون يساوي اربعة خمسة ستة يبقى اكتب جنبها اتنين اعمل كده ازاي لو خدت رقم الشهر واسمته على تلاتة هيديني زي انا هكتشاف كده ايه فراكشن اول واحدة هيديني تلت ولو هنا رقم اتنين يعني شهر فبراير تعالى نكمل كده لغاية الاخر تعالى نستعمل برضو اي فور هاش عشان يكمل معايا لغاية الاخر وتعالى هنا نعمل فلتر بسرعة وتعالى نشوف هنا عمل ايه هنا اخد بالك ادياني اول دي اول تلات شهور يعني تلت وبعدين تلتين وبعدين واحد التلاتة دول يمثلوا شهور واحد واثنين وثلاتة طب في معادلة خليلية دول كلهم واحد اه في معادلة ظريفة جدا اسمها معادلة سيلينج لو استعملت معادلة سيلينج وبعد كده اخترت السجنيفكنس بتاعها واحد كامع يعني حطيت المعادلة دي جواه سيلينج وحطت هنا في الاخر واحد وقفلت القوس ودوست انتر تعالى نبص بقى افتح الفلتر بقى عندك واحد ندلتة اربعة طب تعالى نشوف هنا تعالى نختار ايه اول ثلاث شهور بس يعني اختار واحد واثنين وثلاتة ودوس على اوكي تعالى نشوف بقى انا طلعي هنا ايه كوارتر وان بس يعني واحد اثنين ثلاتة مكافئة من هنا كوارتر وان اهو ادي اربعة خمسة ستة اوكي الدني كوارتر تو مفيش الكوارتر تو يبقى كده ايه الكوارترات مظبوطة مفيش مشكلة بس انا كنت عايز يعني مش بالزبط قوي كده انا عايز اكتب كوارتر يعني تبقى كوارتر يعني تبقى كو داش وان كو داش تو مفيش مشكلة قبل السيلينج عند اكوال كده دابل كوت وكتب كو وداش ودابل كوت تاني وبعدين اند خد بالك اند دي كأنك بتعمل كونكاتينيشن ودوس انتر مفيش مشكلة ادي كوارتر وان وبص كده من الفلتر كوارتر وان تفضل لك اخر حاجة تجيب السنة هستعمل الكلام الاخير يير وممكن استخدم فونكشن اسمها يير واروح اختار برضو نفس الكلام C4 وبعدين هاش ودوس انتر كل المطلوب مني بعد كده انا احاول ده لتابل عشان اودي على طول عادتها موضل ويبقى عندي الكلدر تابل جاهز لكن خد بالك لسبلد الرئيس دي كلها مش هينفع حاولها لتابل يبقى الحل الوحيد ان انا قبل محاول ده الى تابل فمحتاج اختار كل الارقام هدوس على كنترول وشيفت واروح لليمين عشان يختار السطر كله وبعدين اروح لتحت عشان يختار بقية الجدول كنترول سي الت اتش في في ده الاختصار او شورت كات بتاع بيست فاليو فكده خلاص تحولوا كلهم من معادلات الى فاليوز ممكن بقى دلوقتي كنترول تي اقدر احاوله الى تابل مفيش مشكلة مقدر اكمل بقية الخطوات واوديه على الديتا موضل وكده شفنا ازاي ممكن نعمل قصة الكلندر تابل عن طريق المعادلات العادية خالص تعال نشوف ممكن نعمل كاملة ازاي عن طريق الـ Power Query زي ما انت شايف انا عندي جدول صغير فيه الـ Start Date وفيه الـ End Date ولو روحت عـ Table Design هتلاقي انا مسميه Calendar Underscore Power Query انا ممكن اخد التابل ده على طول وانديه على الـ Power Query طبعا عارفين ازاي نروحنا على الـ Data Ribbon من فوق على الشمال هلاقي الـ Icon بتاع From Table Or Range لو دست عليه هيفتحي على طول الـ Power Query Editor وقادي الجدول بتاعك على اليمين Apply Steps هتلاقي خطوطين Source لما راح جاب الـ Table واستخدم زي ما انت شايف الـ Function اسمها Excel.CurrentWorkbook وبعد كده هتلاقي change type ودي انا مش محتاجها حاليا فمن RedX هتطيارها فوق الـ Applied Steps هتلاقي الاسم اسمه calendar underscore PQ الاسم جاي من اسم الـ Table طبعا انا حبيت اضيف الـ Step جديدة جوه الـ Power Query ده ودرست على الـ FX دي هيقول لي Add Step واقدر اعمل الـ Step جديدة طبعا الـ Step الجديدة تكون معتمد على الـ Step القديمة لا في الحال دي كان اسمها Source بس انا خليني بدل Source و الـ Step الجديدة دي خليني اجرب حاجة انا عايز اوريه لك لو انا حبيت اعمل لستة ارقام جوه Power Query ممكن اعملها ازاي لو استعملت الكيرلي براكت دوست Shift والكيرلي براكت وجيت جوه اتنين كيرلي براكت وبدأت اكتب واحد وبعدين كاما اتنين وبعدين كاما تلاتة كاما اربعة كاما خمسة ودوست على انتر زي ما حاك شايف هتلاقي لستة بالارقام من واحد لخمسة طب افرد الليستة دي انا عايزها تبقى لستة كبيرة جدا من واحد لألف مثلا مش معقول اكتب واحد اتنين تحت اربعة خمسة ألف يعني مش معقول فوالله الناس بتوعي Power Query Doke Options قوي لو عملت واحد ونقطتين وقلت مثلا مية ودوست على انتر ادي لستة بمية رقم وربعة تقريبا نفس اللي احنا عملناه مع Sequence انا مش عايز الخطوة دي خلاص بلاش الخطوة دي سيبها دلوقتي تعالى نقف على السورس وتعالى نعمل حاجة تانية واحنا على السورس افرد انا عايز اطلع معلومة الستارت ديت ده من جوة التابل ده تفتكر ممكن اعملها ازاي ممكن برضو اضيف خطوة جديدة لو ضفت خطوة جديدة هنا حيقول لي insert هقول له ماشي insert فهنضيف خطوة حيسميها custom 2 و اداني برضو البداية بتاعتي السورس السورس ده يمثل الخطوة اللي قابليها ويمثل التابل يعني الجدول ده بالنسبة للخطوة اللي اسمها بس مش عايز الجدول كله وعايز العمود اللي فيه date فلو فتحت open square bracket وكتبت جوة date ودست على enter هيتحول الى لستة فيها التاريخين يعني الجدول تحول الى لستة فيها التاريخين اللي موجودين هنا يبقى انا اقدرت عن طريق الجدول اللي اسمه source اختار منه date لوحده فاداني لستة بالقيم اللي موجودة جوة القولم ده طب افرد بقى انا عايز اول record بس عايز القيمة الامانية بس ازاي طلعها عن طريق الكيرلي براكت برضو ليه بقى الكيرلي براكت يعني انا سكوير براكت بجيبه عشان اجيب عمود الكيرلي براكت بستعمله عشان اجيب record اجيب واحد دي record واثنين record زي ما انت شايفون انا في الفورمولا بقى كده بعد source وقادي اختارنا date وفتحت كيرلي براكت هو انا بفتح هو بيفتح الى اتنين قصات بعد خد بالك الاسستنس ده موجود بس في 365 او في version الحديثة version القديمة كان لازم تفتح وتقفل بقديك مفيش مشكلة فجوه الكيرلي براكت ده انا هقول له والله انا عايز record number zero ليه بقى لان power query zero based يعني لو انا عايز اول سطر ده هقول له zero لو عايز سطر التاني هقول له واحد لو عايز سطر العاشر هقول له تاسعة لان هو بدء من صفر مش من واحد يبقى لو قلت له source وdate واثنين square براكت وبعدين قلت له كده فجاب لي ادي اللي كان موجود تحاول الى value واحدة بس قيمة واحدة بس اللي كانت موجودة في record zero في العمود اللي اسمه date بس انا مش عايز كده يعني اجاب هاي تاكست و value كده انا مش عايز كده انا عايز الرقم اللي كان موجود هنا فاقدر اجيبها عن طريق معادلة اسمها number dot from دي معادلة المعادلة دي بتقدر تجيب لك الرقم اللي جوه سيل معينة وانا حددت له السيل عن طريق source وي عن طريق اللي انا عملت وزا رحك شايف كده اهو فهحطه source دي بالcolumn بتاع date كل ده جوه number from وادوس على enter الداني يا معلم ادي التاريخ اللي كان موجود او الرقم اللي يمثل تاريخ بتاع واحد واحد 2012 ويسميها custom 2 انا ممكن اعمل right click واقوله rename واسمي الخطوة دي start date كده عرفت اجيب من السورس لstart date لوحده طب انا عايز اعمل خطوة تانية فيها نفس الكلام ده بس فيها end date مفيش مشكلة خالص خط copy امعلم من نفس اللي انت عملته ده ctrl c وتعالا نعمل خطوة جديدة هقف على fx دي برضو وادوس عليها حيفتح لي خطوة جديدة حيقول لي عايز ت insert step اقول له ايوا يا باشا حيفتح لي خطوة جديدة وقال لي ايه ابدأ بقى من start date الجدل اللي قابله لا انا عايز برضو نفس اللي عملته بالزبط ابدأ من source وبدل ما كنت مختار zero هاختار واحد لان ايه عايزين بقى السطر التاني نفس الكلام هو بالزبط وحدوس علي enter جاب لي التاريخ بتاع ال end date وقال لي خطوة جديدة بقى اسمها custom 2 right click وقال له لو سمحت rename وسميها end date ودوس على enter فاضل بقى ان انا اعمل نفس الكلام ده ولكن بدأ من 1 الى 100 عايز جوة ال 2 اقول له رقم البداية ورقم النهاية فهيعمل لي الليستة دي هيبهم منين end date ده بقى عبارة عن value واحدة لما بقف عليها تديني value واحدة وstart date نفس الكلام يبقى انا لو جيت على الخطوة تاعت custom 1 دي وجيت هنا مكان رقم واحد ده وكتبت له start date بس انت كتبها بالزبط وجيت مكان المية وكتبت له end date ودوس على enter مفيش مشاكل يا باشا جاب لك 3060 item اهو الكاونتر تحت وقادي listة الدنيا كلها التاريخ كلها عايز بقى الوقت يحولها ال table بعد ما كانت list من transform هو اقفلك على transform طول منتج هو ال listة دي وقفلك هو على transform ممكن تقول له convert to table من على الشمال هتتحول الى table وحولها لك الى table وقال لك column 1 والtype بتاعها ABC تعال ان غير type انا عايز اخليها طبعا date فخلاص كده شاف هاري date وقلوم 1 ده هسمي date ودوس على enter انا كده بقى عندي اول خطوة جاهزة محتاج بقى احط شوية الحاجات كنت بعملها قبل كده سهلة جدا في ال power query هروح على طول على add column وهلاقي هكسمها from date and time روح من على date اول حاجة عايز day عايز day of the week او name of the day سميه name of the day هعمل لي column automatic وسمهوه day name هنا كتب الاسم بالكامل انا عايز اول ثلاث حروف بس مفيش مشكلة اختار ال column الجديد روحها transform من transform هتلاقي حاجة اسمها extract موجودة في text column من extract قوله انا عايز first characters هقولك عايز كم characters هقوله عايز ثلاثة وهيحولي column ده زي ما انت شايفه اهو بقى فيه اول ثلاث حروف بس اختصار طيب عايز ايه تاني غير day احنا استخدمنا كمان رقم الشهر فممكن نروح برضو ارجع تاني على add column خد بالك transform فيها نفس الموضوع برضو انت ممكن هنا من على date واختار بقى اعمل لنا عايزه بس هيعملك transformation للك column لكن لو عايز اضيف column جديد هعمل نفس الكلام بس من add column فهروح على add column وهلاقي هي اسمها date وهروح على month انا عايز المرة دي رقم الشهر فاختار month فجاب لي رقم الشهر عايز كمان اسم الشهر فبرضو من add column اختار طبعا لازم date واروح على date واروح على month تاني واقول له name of the month هجيب لي الفول name بتاع الشهر لو عايز تختصره نفس الكلام اختار ال column ده روح على transform روح من text column وقول له extract first characters واختار برضو ثلاثة ودوس على ok فجاب لك الاسم المختصر فاضل نعمل ال quarter برضو في ال power query سهلة لو افت على ال column ده قلت له add column عندنا بقى quarter انا عايز ايه بقى فيه قال لك بياتي quarter لو نهايته ولا quarter of the year اختار quarter of the year جاب لك رقم القوارتر لو عايز تحط قابليه برضو q و dash ممكن ممكن هنا تيجي اول حاجة لازم تغيره لtext هو عمله لك number وهذا طبيعي فانا هغيره لtext وبعد كده محتاج اضيف column جديد add custom column من add custom column double quote وبعدين اقول q و dash ادي ال columns موجودة هنا فممكن برضو اعمل join اعمل end واقول له ايه هاتلي بعديها quarter وبعد كده ممكن بقى ادي اسم q underscore name وادوس على اوكي كلا جاب لك column جديد بقى q one q مش عارف ايه طبعا لازم تغير type هاختاره text ويما بقتش محتاج اللي كان فيه الرقم ده ممكن اشيله right click remove فاضل بس اجيب السنة هاختار ال column بتاع date واقول له لو سمحت من date هاتلي year وعايز بس الرقم بتاع السنة فكده خلاص بقى عندك نفس ال table اعملنا بالمعادلات ولكن موجود على ال power query انا كده جاهز خلاص home close and load close and load to هيفتحي طبعا ال import data window فهقول له عايزه في table existing work sheet F3 وقادي حضرتك ال calendar table فعلا جرب نغير هنا بدل 1-1-2020 خليها 1-1-2019 ودوس على enter وقف على table right click وقل له refresh عادة سطور تضاعفة اهو 31 وقادي اهو التواريخ من 1-2019 فطبعا ده flexible شوية عن ال table بتاع sequence فيه طريقة تانية برضو باستخدام power query بس اكتر ديناميكية يعني انا هنا عماجي هم اعمل تعديل لل date لازم اخش اكتب بايدي اول date واخر date يعني لازم يكون متوافق مع date الموجودة في all sales فهحط هنا التواريخ لما يتغير التواريخ اللي في all sales سواء زادت او قلت لكن الطريقة دي هتعتمد على all sales مرة واحدة واخد منها اول تاريخ واخد تاريخ وانشئ calendar table بالشكل هكذا اعمل كده ازاي انا قريدي اعملت كل حاجة تقريبا هنا فممكن اعمل duplicate لل calendar PQ دي هقف عليها right click واختار duplicate احنا برضو شرحنا duplicate باستفادة الفيديو بتاعها موجود اللينك بتاعه فوق ممكن تتفرج عليه لما اعملت duplicate هيفتح لي power query editor وهتلاقي نسخة طبق الاصل من ال query او calendar PQ بين cosine 2 فبقى عندي اهو add 2 query وadd all sales تعالى بقى ايه نديها اسم شوية ليه معنى PQ ممكن نحط underscore auto مثلا دي بتاخد التاريخ بشكل اوتوان تعالى نرجى على اول خطوة خالص وهي source لو قفت على خطوة source انا هنا كنت جايب مستخدم excel.currentworkbook ويجايب الجدول ده فبدل كل السورس ده مش عايزه خالص هنشيله واخد بالك انا ممكن اعمل reference لايه query تانية يعني ممكن ابدأ من هنا واقول له all sales دي query بس انا مش عايز كل query انا عايز منها الكلام واحد بس اللي هو الكلام date فممكن افتح واكتب date لو دوست enter هيجيب لي listة فيها dates اللي موجودة في all sales كلها بس انا مش عايز كل dates انا عايز اول تاريخ فممكن اخد بالك دي listة يعني لو دوست enter كده هتلاقي جاب لي list كاملة هو فيها كل حاجة في العالم فانا مش عايز كل الليستة دي انا عايز بس اول تاريخ فيها فممكن اجيب ازاي فيه function برضو زريفة جدا ممكن نكتبها مع بعض اسمها list.min يعني هاتلي اصغر قيمة في listة معينة في list.min وبعين افتح cause واقفل cause بعد all sales وكده خلاص لو دوست enter جاب لي ادي اول date موجودها واحد واحد عشرين طب نفس الكلام انا عايز بقى number بتاعه فهستخدم number dot from ومفيش مشكلة اقدر افتح cause واقفل cause في الاخر انا كده لو دوست انتر سيجب لي بالزب الرقم اللي انا عايزه تعالى ناخد copy من المعادلة دي كلها على بعض هعلم عليها بالماوس و control c وتعالى ادي اول خطوة اللي اسمها source بعد كده فيه خطوة start date احنا خلاص جبنا start date فممكن اعملها delete اقف عليها من red x ولو delete او A delete وبعد كده خطوة end date اللي احنا كنا عاملها قبل كده مع بعض ممكن اجي بقى اختار اروح على formula bar وبدل اعمل control v المعادلة اللي كنا حطناها في source بس بدل ما كنت عامل list dot min هغيرها واخليها list dot max فيجيب لي اكبر قيمة موجودة جوه الليستة ونفس الكلام هدوس enter وطبعا بلك بياخد وقت انه بيكويري على المليون رو كلهم يعني هو بيعمل معادلة max ومعادلة min على المليون رو كلهم فبياخد وقت طويل نسبيا وكده تمام ده تاريخ اخر يوم في date column بتاع all sales واعتقد كده خلاص الكويري بتاعتك ممكن تكمل custom one دي اللي كنا عملنا فيها الليست خد بالك الليست كريد برضو عادي انا لما دللت start date طبعا مناش نغير اسم source يعني احوالي تعمل rename لسورس مش هيوافق فانا لما غيرت شلت هنا كان فيه start date شلتها custom بقى اللي واحدها كانت معتمدة على start date و end date فهو الواحده راح بص على الخطوة اللي قابلية اللي هو source وكتبها لكن اهو وبقى كايني بقوله من السورس عايزك تمشي لغاية end date وعمل نفس الكلام بقيت الخطوات كلها نفس الخطوات ممكن اغير اسم custom ده اعمل rename ودي نسميها مثلا create date list مثلا عشان ما بقاش متلاخبط وبعد كده بقيت الخطوات ماشية زي ما هي ولو رحت على اخر خطوة خالص هتلاقي الجدول بتاعك موجود زي full ممكن اعمله load close and load close and load to من import data window ممكن اختار برضو table وقوله لو سمحت عايز existing work sheet ونحطه في cell m3 وندوس على اوكي ادي الكيري الجديدة بيعمل لها loading كده خلاص ادي 365 row بتوع الكيري loaded و ادي table بالزبط زي ال table اللي جانبه مع اختلاف ان انا هنا بتحكم في التاريخ باداية وهنا هياخد تاريخ البداية والنهاية من all sales فتعال بقى نروح data model او نروح ال power pivot window ونشوف بقى طريقة تانية خالص غير كل ما احنا عملنا ده احنا عملنا طرق خارجية ممكن ا load اي table من دول وحطه هنا وفي طريقة تانية ان ال power pivot window نفسها تعمل لي calendar table اعملوا منين بقى هتلاقي حاجة اسمها design من فوق من ال ribbon اللي فوق خالص هختار design وبعدين على اليمين في حاجة اسمها date table لو دوست عليها هتلاح اسمها new اول ما هتدوست new هو الواحده هيروح يسنس فين اول date واخر date في كل الموضل ده شغاله واحده هجولك finishing وهادي عمل لك list بالايام اخد بالك اول حاجة generated column للتاريخ اللي هو الاخضر ده اتعمل automatic ومعمول بلون اخضر وبعد كده في حوالي اربعة او خمسة columns دول كلهم معمولين عن طريق معادلات نفس نظام added column اللي كنا خدناه في المرتين اللي فاتوا فهو عمل added columns وجواها معادلات اول حاجة ادالك السنة بعد كده رقم الشهر مهم رقم الشهر ادالك الشهر و ادالك week day of the week و ادالك الكورتر و ادالك السنة السنة ده ال calendar table حضرتك جاهز بشكل هيل جدا خد بالك انت ممكن تعدل في المعادلات يعني لو انت عايز اسم الشهر كامل ممكن تيجي هنا هو هنا المعادلة اسمها format بالضبط زي text اللي موجودة في ال excel بس هنا اسمها format لو حطيت مربعة او دوست enter هتلاقي جابلك اسم الشهر بالكامل اهو مفيش اي مشكلة فانت ممكن حتى تعمل edit ممكن تشيل column من ال columns دي لو انت مش محتاجه وتسم انت column جديد او تقاد عليهم column جديد يعني فيه مثلا ممكن تعمل الشهر مع السنة مع بعض لو يبقى jan 2020 ممكن يعني تمرج اي حاجة مع بعض او تخلق حاجة جديدة فطبعا option هيل من غير اي معاناة تعال نروح ال diagram view عشان نروح نبص على شكل star schema بتاعتنا بعمل ازاي ادي يا باشا اهو ادي star schema اللي كنا عملينها و ادي جدور الجديد ال calendar و ادي ال date و ادي حضرتك ال date اللي في ال all sales فلو سحبت من one side من primary key و رحت على foreign key في الماني side و سبت قدية creating relation و ادي علاقة one to mini جديدة وبقى عندك calendar table بشكل هيل طيب ده تأثيره ايه برضو تعال نرجع على ال excel sheet و نشوف ممكن نعمل ايه لو رحت على ال pivot table اللي في الاول ادي ال pivot table list هتلاقي ال year دي بصة هنا متاخدة من هنا من جدور ال all sales و مع ذلك انت النهاردة بقى عندك تابل جديد اسمه calendar اهو موجود هنا اقدر اسحب منه اجيب منه ال year اللي انا عايزها خد بالك هو بيعمل حاجة اسمها date hierarchy و حاجة اسمها more fields دي بتحصل بشكل اوتوماتيك لما بيكون عارف انه هو date table فحروح هنا ادي كل الفيلز ممكن اختار ال year و اقول له add as a slicer و ال year التانية بقى دي مش عايزينها خلاص اللي هي جاية من all sales خلاص بقت اوبسريد دلوقتي مش محتاجينها و نحط مكانها ال year الجديدة تعالا بقى نروح على الفولدر بتاعنا اللي فيه csb files و نرجع تاني فايلين نرجع سنتين ورا ادي اهو سنة 2019 و 2018 جنب سنة 20 و تعالا نروح على ال pivot table بتاعنا ده و نقف عليه و نعمل right click و نقول له refresh ايه اللي هيحصل؟ ال pivot table هيحاول refresh هيا نفسه مرتبط بال data model هيروح ال data model هيحاول هو كمان يرفرش هيا نفسه معتمد على queries هيروح كمان يرفرش الكويريز فهيحصل refresh لكل السلسلة علشان تسمع في الاخر في ال pivot table تعالا نشوف ايه اللي حصل خلاص رفرش كله done تعالا نبص على ال pivot table وبص على slicer بقى فيه 2020 و blank اه ليه blank لانه ما قدرش يبدأ ال table بتاع ال calendar table تعالا نرجع على ال model وافتح ال calendar table لسه يبادئ من 1-1-2020 حتى افتح الفلتر اوه هتلاقي 1-1-2020 اول تاريخ طيب ازاي updateه؟ لازم تupdateه بشكل يدوي هعمل كده ازاي؟ دي رجع تاني على design رحيت بتاع date table اللي اسمها update range لو دوست عليها لازم manually تقول له عايز تبدأ من امتى؟ خلاص هو النهاية مظبوطة فعايز واحد واحد مثلا وليكن 2018 عشان حطينا سنتين وتقول له اوكي فهيرجع يعمل replacement لل data تعالي نشوف حصل ايه في بقية ال options طبعا مش محتاج اقول لك ان هنا ده لازم ارجع اشتغل هماني والتاني يعني لازم في الحالة دي ان انا اعمل insert لل rose بتاع سنتين وارجع احسب المعادلة بشكل تاني بالنسبة لي الpower query لو جيت هنا عدلت ال date يعني ده بقى 1-1-2018 ودوست انتر right click وعمل refresh ادي كده خلاص بدأ من 1-1-2018 نفس الكلام ال query دي لو قفت على ال query ده وقلت له right click خد خد بالك ما حصلهش refresh لان انا مش ادخل وعدتها model فما فيش اي connection لكن لو عملتوا refresh دلوقتي هيروح يقرأ الموجود في ال all sales automatic من غير ما اقول له اي حاجة وهتلاحظ ان هو بيطول شوية زي ما قلت لك بيروحي query المرة دي بقى على 3 million raw لان انا زودت عد السنين اللي موجودة في ال all sales فهيعمل نفسه update برضو بشكل automatic ولكن هياخد وقت اطول من البقين شوية وكده خلاص 1096 raw loaded بتوقع ال calendar pq auto ولو روحت بعد كده رجعت تاني بقى خلاص على pivot table هتلاقي السنتين اضافوا وال blank خلاص راح لان حصل update للكالندر اللي موجودة في ال data model يبقى شوفنا اكتر من طريقة وشوفنا ازاي ممكن يحصل تعديل عليهم انا رأي كلهم قويسين او حاشهم من موجودة نظري عن طريق المعادلات لان زي ما انت شايف مضطر اعيد كل حاجة manual يليهم كمان اللي ممكن انا استبعدها موضوع ال calendar pq auto صحيح هي بتقبلت نفسها بشكل تلقائي ولكن المشكلة هنها بطيئة وبتطار انها تعمل query على ال all sales كلها هي اصلا query كبيرة جدا فبتقل شوية الاداء بتاع الموضوع فالافضل انت تختار ما بين انك تعملها على power query بالطريقة اللي شوفناها ان انت تختار ال start date وال end date او عن طريق pivot table وده برضو سهل جدا انك تروح تنشئ table بشكل automatic ويتروح على تقول له update range كل ما يحصل تغيير في dates ويعتقد بالطريقة دي هتمنتين ال calendar بتاعتك بشكل كويس جدا وكذا نكون وصلنا لهذه الفيديو الفيديو الجاي هنتكلم على Dax Time Intelligent Functions درس مهم جدا او موضوع مهم جدا هيكون الفيديو الخامس هيكون موضوع في المنتهي الاهمية استنونا قريب قوي هتلاقوا الفيديو نزل وقبل ما سيبك لو سمحت تشترك وعمل لك الفيديو لو عجبك واسب لي تعليق وحتلاقي هنا لينكات لفيديوهات مهمة وسلاسل تانية عملناها على نفس الشانل ممكن تستخدم اللينكات دي عشان تاخد فكرة عن باقي محتوى القناة شكرا جدا لوقتكو واشوفكو في فيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته